السلام عليكم أحبائي اليوم سنقوم بقراءة نص القراءة أسنان سامي صفحة 105 والإجابة عن أسئلة النص فكونوا في الاستمار ولا تنسوا دعمنا وهذا فضلا وليس أمرا نام سامي وقد نسي أن ينظف أسنانه بعد أن أكل حلويات كثيرة حزنت أسنانه وخافت أن يهاجمها السوسة فتصيبه بالآلام قال العم ديرسون نادوا على صديقنا كوب الماء حتى يرش وجه سامي ويوقضه فنادت الأسنان الكوب وقام برش الماء على وجه سامي فاستيقض فزعا وقال من أيقضني؟ من رشقني بالماء؟ فأجابه كوب الماء أنا الذي أيقتك أسنانك تشتكي انظر إلى المرآة لترى ماذا تريد مدر سامي إلى المرآة وشاهد الأسنان وهي حزينة سألها ما بك يا أسنان جميلة مما تشتكين؟ فردت عليه كيف تنام دون أن تقوم بتنظيفنا؟ ألا تعلم أن التسوس سيهاجمنا ويحفر بنا حفلا عميقة سوداء فيصيبنا الألم وتتورم اللثة ونقد مدجعك وعندها لن تستطيع النوم إلا إذا زرت طبيبة الأسنان قال سامي ولكني قمت بتنظيفك ليلة الأمس هل يجب علي فعل ذلك كل يوم؟ فأجابته بالتأكيد وليس فقط كل يوم بل بعد كل وجبة طعام حتى تحافظ على نظافتنا وبياضنا قالت الخالة فرشات الأسنان سأساعدك في تنظيف أسنانك وقامت بوضع السنون فوق رأسها وأخذت تنظف أسنان سامي جيدا ثم جاء الكوب ووضع قليلا من الماء في فم سامي وقال له مضمد لتزيل آثار المعجون شعر سامي بالسعادة عندما رأى أصدقاءه مهتمين به وبأسنانه الجميلة حفاظا على سلامتها ووعد أسنانه بدوام تنظيفها بعد كل وجبة طعام حتى لا يصيبها التسوس أبين الشرح المناسب لكل كلمة تورم انتفخ انفجر جواب انتفخ مطجع معناها مرقد وليس معناها بيت إذن أعيد تورم انتفخ مطجع مرقد سؤال ثاني أضعوا على مسفي أمام الكلمة الدخيلة ليسة سنون سنون فرشات درس وناب هنا سنون وهو طائر إذن هذه كلمة دخيلة لأن الموضوع يتحدث عن الأسنان عندنا هنا لتا سنون فرشات درس ناب هذه كل أشياء أشياء قرأناها في النص أملأوا شبكات المفردات لكلمة نضافة نضافة تهارة غسل فوطة سابون معقم استحمام سؤال الرابع يقول أربط بين الجملة والمعنى الصحيح ثم أركب أقدّ مدجعه في جملة مفيدة أقدّ الألم مدجع المريض منع النوم عن المريض هذا هو الجمع الصحيح وليس نام المريض نوماً عميقاً جملة لقد أقدّ هذا الخبر الحزين مدجعي أي منع عني النوم أستخرج من النص أضداد الكلمات الآتية فارحة نام سواد فارحة حزينة نام استيقض سواد ضدها بياض السؤال السادس يقول ماذا نسي سامي قبل أن ينام؟ جواب نسي سامي قبل أن ينام أن ينظف أسنانه لقد نام قبل أن ينظف أسنانه من أيقض سامي من نومه؟ كوب الماء هو الذي أيقض سامي من منامه بما أجاب سامي أسنانه؟ أجاب سامي أسنانه قائلاً ولكني قمت بتنظيفك ليلة الأمس هل يجب علي فعل ذلك كل يوم؟ من ساعد سامي في تنظيف أسنانه؟ الذي ساعد سامي على تنظيف الأسنان هي الخالة فرشات الأسنان إذ قالت سأساعدك في تنظيف أسنانك وقامت بودع السنون فوق رأسها وأخذت تنظف أسنان سامي جيداً ثم جاء الكوب ووضع قليلاً من الماء في فم سامي وقال له مضمض لتزيل آثار المعجون سؤال السابع أجيب بنعم أو لا سامي ينظف أسنانه بعد كل وجبة؟ لا ينظف سامي أسنانه بالصابون؟ لا يحفر التسوس حفراً عميقة في الأسنان؟ نعم بالطبع اقتنع سامي في النهاية بما قالته الأسنان؟ نعم بالتأكيد أضع علامة في قبل الشخصيات المذكورة في النص طبيب الأسنان لم يذكر في النص الأم كذلك فرشات الأسنان الخالة فرشات الأسنان نعم السنون بالطبع ثم العم درس بالتأكيد أكمل ملء الخطاطة لتجنب الأمراض أغسل الفاكهة قبل أكلها أغسل أسناني بالفرشات والسنون أتجنب الأماكن المغلقة والملوثة لا أتنول الأطعم الفاسدة أغسل يداي قبل كل وجبة وبعدها أحاكي الأسلوب التالي هل يجب علي فعل ذلك كل يوم؟ بالتأكيد هل يجب علي مراجعة دروسي كل يوم؟ بالتأكيد أستعين بهذه العناصر وأضيف الروابط ثم ألخس النص نام سامي ولم ينظف أسنانه فأيقضه كوب الماء عندها تنبه إلى خطورة التسوس لينظف بعدها أسنانه بالفرشات والسنون وبالتالي أحس بالسعادة لأن أصدقاءه يهتمون به وفي الأخير وعد أسنانه بتنظيفها بعد كل وجبة طابت أوقاتكم وإلى نص قرائي آخر والسلام عليكم